السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهوة ناني غدي نقطرح عليكم اليوم هاد الوصفة السهلة والبسيطة. آآ مكونات يعني نوعا ما اقتصادية فهنا آآ نصف نصف كيلو يعني خمسمائة قرام من صدر الدجاج غدي نحطروا واحد الطبق يعني بحجم عائلي يعني كمية وفيرة من هاد كباب ديال الدجاج او اللي غدي تكون شوية فهي المقلاد فقط. ولكن راه كاتجي رائع جدا صغيرة وعندي هنا واحد البصلة متوسطة فرمتها بواحد شكل ناعم جدا يعني لازم تكون مشلدة بشكل صغير وعندي هنا معلقة كبيرة ديال الدقيق مقابل واحد ثلاثة دلمعالق كبار ديال لشاب اليوغ او للبقسمات او لفوتات الخبز اللي طحنتوا مزيان يعني انتم ما تلاحظوا رضيتوا يعني شبه بدرة ما مخصوش يبقى حرش وعندنا بنسبة العطرية فعندي واحد المعالقة صغيرة عامرة خلطة ديال العطرية كتفضلها عندي معلقة صغيرة من مسوحة ديال الفلفل الحمراء او للبابريكا ولاتحميرا عندي القصبورية بس نصف ملعقة صغيرة معلقة صغيرة ديال البصل بودرة ونصف ملعقة صغيرة ديال الثوم بودرة الفلفل اسودة والبزار عندي هنا يالبقدون المجفف او للا سيبولت يعني الثوم القصبي مع شوية درحان وشوية ديالمرددوش يعني واحد المزيج اضافة من الأعشاب المنسمة و اضافة ملح اضافة صدر الدجاج قطاع صغيرة اضافة محضرة الطعام اضافة مكونات البصل المزيج البهارات اضافة طحين اضافة خبز اضافة خميرة اضافة 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 ساموراي اضافة بث اضافة قطاع زيت المائدة نضيف نصف حب الفلفل حمر ووحدة الأصفر قطعتهم بحل هذا الشكل وعاد ما زال غادي يتطحنو نباخره مع هاد الخليط ديال الجيش صفيه هنا كنتطحنو مزيان كتحاولو التحنو كتطحنو بشكل جيد ومدة معتبرى يعني كتطحنو تحبسو تحبسو حتى كتحصلو على واحد الخليط ناعم خليط قابل للتشكيل نغطيه جانبا ندهن البلاطو بالزيت نشكل أصابع الحجم نضع حجم متوسط و قد تضغطيه على الشرق التجكز نضغطيه 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 نكمل تشكيل الباقي الكباب نضيفه جانبا نضيفه في طلاجة نضيفه 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 ثلاثة ديال الفصوص ديالتو يعني ثلاثة حيث صغار او لمتوسطين او لازوج قبار عدي نقلب هاد المكونات يعني غادي نشحر غير واحد شوية ما غاديش ياخدوا وقت طويل مجرد تاح الجزر والبصلة واحد شوية غادي نبدا نضيف هنا يا عندي الفلفلة هادا واحد القرن ديال الفلفل شوية حار يعني ماشي ما حارش بزاف وغير شوية غادي نضيف مقطع هوا غادي نضيفه وغادي نكملتش حار سوف هنا غادي نضيف هادا القمح الجاهز للطهي هنا انا انا اضفتك الكاس يعني غادي غادي نلقي قياس تقريبا ميتين وخمسين جرام المهم انتما غادي تعبروا بالكاس يعني ما تعملوش بالعبار اه غادي تعبروا القياس ديالكم غادي غادي تضيفو على ديك المكونات وغادي تزيد وتقليوه باش كل حبات ديال القمح تغلف بالمادة دهنية وتشرب كده كدليك النكهة تالذيك الخضر غادي نضيفه هنا يا الملح شوية ديال الفلفل اللاسود هو اللي بزار شوية ديال الكوركم فقط طلع اللون شوية يعني متكدروش وهنا نفس العطرية ديال الدجاج اللي عملت في داك الكباب غادي نضيفها هنا وهنا هادي اضافة للدوق غادي تعملو داك الليمون المجفف طحون طحون قمح قمح نضيف الماء قمح 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 القمح تشرب السوائل. نضيف واحد شوية الماء. وكذلك حسب نوعية القمح الجاهز للطهي اللي خدمته به. كي اللي كي تبدغي وكي شرب المضغي وكي اللي كي يبقى كي يشرب. في حال هذا أنا اللي كنستخدم كي يبقى كي يشرب الماء. هنا يا صفيرة تشرب السوائل وهنا يحركته هويته صفية وجاهز للتقديم. نضيف الزيت يعني ما تكتروش الزيت بزاف. نضيف الزيت يعني ما تكتروش الزيت بزاف. يعني مجرد ما تشد من هنا وتبدأ الذهب. غادي تقلبوها. غادي تبقى تقلبوها من قاعد الجوانب. وكذلك من ذوك الجنبات. غادي تبقى توقفوهم. يعني غادي تكيوهم وحدة على وحدة. طبيعا حتى يتحمروا من الوجوه بزوج. غادي توقفوها على هذا الوجه هذا. حتى تبليك على الجنب. حتى تبليكوا مرهات تحمرات. وعوتاني تقلبوها على الجنب الأخر. غادي تبقى مواصلين بهذا الشكل هذا. حتى تبديك الكفتة كاملة. نحن مواصلين التقليب. بالنسبة للنار ما تكون ش قوية. يعني تكون متوسطة. باش نعطي فرصة لدك الدجاج باش يطب من الداخل. بالنسبة للمدار كما قلت لكم. غادي تلاحظوا انهم تذهبوا مزيان. صافي. احنا كما تلاحظو. كملك القلية اللولى. ودبا. هادي نبدأ نرس الكفتة تاني. اول الكباب. في المقلية باش نعمل القليات تانية. بنفس الطريقة اللي قلينا في هاللولين. هادي نكملوا مع هادو حتى هماية. صافيح تنسالي والكمية اللي عندنا بالكامل. انتم ما كتشوفوا. ما شاء الله شحرك يعطي. يعني كمية وفيرة ما شاء الله. ما شاء الله. كيجي شاحف ويابس. كيجي طري. يعني كتحس ان فيه الماء. يعني ماشي ناشف. ممكن صحكم تجربوه. لانه يعني كيطلع يعني نوعا ما غير يقولوا انه اقتصادي. وكيجي لدي جدا. قليل المقدم الحكوم المقدم دون